بسم الله والابن والروح الكدس الاله الواحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح من ضمن المعاني المهمة قوي في القداس هي الستة العذرة كنستنا الابطية بتقدم للعذرة مريم التطويب والتمجيد اللايق بقرامتها السامية لانها زي ما بنقول عنها في التزبيحة هي ارفع من الشاروبيم واجل من السيرافيم هي شفية القديسين ومش بس لانها والدة الاله احنا بنكرمها لكن لانها كمان الايكونة والشخصية النموذجية لكل البشر كل واحد فينا ياريت يبقى زي الستة العذرة هي القدوة لينا في السلوك وهي القدوة لينا في اقتناء الفضائل ولو تتبعنا صلوات التزبيحة اليومية والاجبية والقداس هنلاقي تراص غاني جدا من التعبيرات اللي بتشرح طبوية الستة العذرة وتفكرنا بجميع اوصفها وكلها يعني من وضع اباء قدسين ولهوتيين استوحوها من الروح الكدس ومن رموز ونبوات العهد القديم عن الستة العذرة اللي اتحققت في شخصها وعشان كده معنى مهمة قوي بنشوفه بوضوح جوه القداس الالهي هو حضور العذرة مريم جوه القداس صحيحنا مش بنعبودها لكن احنا بنتشفع بيها لان شفاعتها قوية ومجبولة عندهم وخلصنا زي ما بنقول في الاجبية لو خدنا كده مشينا في رحلة القداس الالهي ودورنا على العذرة في القداس الالهي هنبدأ بالتسباحة اللي تتعامل في ليلة القداس بنلاقي فيه التسباحة نص الليل عبارات كتير عن تطويب الستة العذرة في لبش الهسات كلها بنلاقيها في المجمع بالاضافة لزكسولوجية خاصة للعذرة بالاضافة بقى للستوقيات اللي هي التمجيد والدة الإله اللي كل يوم ليه ستوقية بتاعته وفي ختام زكسولوجيات بنقول للعذرة السلام لك أياتها الممتلئة نعمة الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اسكورين أياتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليخفل لنا خطيانة بنطلب شفاعة الستة العذرة القوية في هذه الصلوات لو رحنا لرفع بخور سواء عشية أو باكر بنلاقي في أرباع النقوس بعد صلاة الشكر نلاقي للستة العذرة ربع خاص نذكر فيها أو أرباع خاصة نذكر فيها شفاعة الستة العذرة سواء في الأيام الأضام أو الواتوس كمان بعد شوية نلاقي زكسولوجية خاصة للستة العذرة واحدة مخصوص في عشية واحدة مخصوص في باكر كمان بنصلي قطعة خاصة قبل قانون الإيمان ونقول لها السلام لك أياتها المقديسة الممتلئة نعمة ده بالإضافة طبعا لمقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي فوجود العذرة في رفع البخور سواء باكر أو عشية وجود قوي بعد كده بنخش في صلاة السواعي أو الأجبية في الأداس برضو بنلاقي العذرة حضرة يعني الكنيسة رتبة القطع اللي بعد الإنجيل في كل ساعة بنظام ضقيق وجميل وأخصة القطعة الثالثة نطلب فيها شفاعة الستة العذرة دايما القطعة الثالثة في كل ساعة من الأجبية تكون مخصوص لشفاعة الستة العذرة وتبصوا تلاقوا على مدار القطعة الثالثة في كل ساعة الأجبية تلاقوا مذكور فيها ألقاب للستة العذرة القلمة الحقيقية حاملة عنقود الحياة الممتلئة نعمة صور خلصنا الحصن المنيع وباب الحياة العقلي وانت ماشي كده تلاقي ألقاب كتير للستة العذرة أما بقى لما بنخش فيه القداس فبنلاقي أجزاء كتير في القداس الإلهي نلاقي فيه اسم الستة العذرة وطلب شفاعتها بنلاقي ذكر وتطويب العذرة في حوالي عشر أماكن وإحنا ماشيين بنصلي القداس يعني بعد لحن البركة وقبل تقديم الحمل بنقول نشيط كنسي كده للعذرة السلام لمريم الملكة ونبع القرمة والتي لم تشخ شير مارية أورو المحطة التانية أو الخطوة التانية بعد صلاة الشكر في الصوم المقدس نقول المزمور اللي بيقوله داود أساساته في الجبال المقدسة وده بيشير للستة العذرة مدينة الله المقدسة خطوة تالتة في القداس هي أثناء دورة بخور البولوس في الأعياد وفي أيام الفطار نلاقي الشمامسة بيقوله لحن طاي شوري أو المجمرة الزهب وفي الأيام السنوي مش ثبوت ومش أحد تلاقينا بنقول تي شوري كلهم لحنين حلوين جدا بنحبهم كلنا لكن بنخاطب فيهم شفاعة الستة العذرة ييجي بعد كده قبل وبعد الإبراكسيس بنلاقي فيه ألحان خاصة للعذرة بتتغير بحسب المناسبة والتوقيت على مدار السنة الإبطية كمان بنلاقي في مرض الإنجيل في القداس بنطلب فيه شفاعة العذرة مع قديس اليوم اللي احنا بنحتفل به في السنكسار برضو على مدار السنة وبالأخص بقى في شهر كياك نلاقي مرضات أنا جيل الأحد في شهر كياك دي حاجة بقى مخصوص قوي للستة العذرة كمان في قانون الإيمان الكنيسة أبرزت أهمية شخصية العذرة مريم كوالدة الإله بعد مجمع أفاسوس سنة 431 ميلادية عشان الكنيسة حبت أنها تضبط مفهوم التجسد الإله وتقاوم بدعة نسطور اللي ظهرت في الوقت ده وهكذا أضافت مضمون العقيدة اللي أقرها مجمع أفاسوس في مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي قد إيه العذرة مهم عشان نحطها في قانون الإيمان المسيحي أو نذكرها في قانون الإيمان المسيحي في خطوة سبعة في الأسباسموسات يعني الأسباسموس الأضام دي كلمة يونانية معناها قبلة أسباسموس يعني قبلة نوع من التقدير والتكريم وإظهار المحبة وشفاعة الست العذرة والأسباسموسات دي متنوعة بحسب المناسبة والتوقيت على مدار السنة وكمان بيتقال بعد صلاة الصلح وأشهرها اللي احنا اللي كلنا بنحبه وكلنا حفظينه إفراحي يا مريم العبدة والأم عايز أقول ملحوظة أنه الأضام والواطس ممكن تكون كلمات بنسمحها لكن مش عارفين معناها هي كلمات بتعبر عن نغم اللحن النغمة اللي احنا بنستعملها في اللحن أضام بنصلي بيه أيام الحد والاتنين والتلات والواطس نصلي بيه أربع وخميس وجمعة وسبت ملحوظة أو محطة تمنة بنذكر فيها الست العذرة هي في المجمع وما بعد المجمع أبونا تلقوه بيطلب شفاعة العذرة على رأس قائمة أعضاء الكنيسة أو قديس الكنيسة المنتصرة في صلاة المجمع لأنها شفاعة القديسين والمحطة التسعة اللي بنذكر فيها العذرة في الأداس في التوزيع أثناء التناول بنقول لحن خبز الحيابي قويك وبنقول لي في اللحن ده وأنت أيضا يا مريم حملتي في بطنك المن العقلي الذي أتى من الآب لحن جميل ما بننساش نذكر فيه الست العذرة والدة الإله والمحطة العشرة ونقدر نقول الأخيرة اللي بنذكر فيها العذرة في الأداس في الطلبة الأخيرة صلاة البركة والطلبة الختمية تبصوا تلاقى أبونا بتشفع بالقدسين وطبعا على رأسهم الست العذرة طبقا لما كانتها في كنستنا الإبطية فنلاحظ مقدار الغنى والوفرة في الصلاوات والتسبيح المخصصة لتطويب وتمجيد الست العذرة جوة الأداس الإلهي أقول تاني احنا مش بنعبد العذرة لكن بنطلب شفاعتها القوية والمقبولة عند مخلصنا فياريت ان احنا نطبق ده على علاقتنا الشخصية بالعذرة مريم وفي واقعنا اليومي ناخدها كده لينا شفيعة قوية ونموذج نقتدي به في واقعنا اليومي ناخدها شفيع قوي عند المسيح ابنها ونتشفع دايما بيها ونمجدها دايما لأنها قالت عن نفسها وزا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ياريت كلنا نكون من هذه الأجيال اللي بتطوب الست العذرة معاني الأداس كتير لكن خلونا نكامل كلامنا للحلقة الجاية أما إلى هنا فقد أعاننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر